الان بعد ما تعرفنا على مختلف مكونات لكسل 2013 فغنكتشفوا الان ان ننبيل العمليات اللي كنقوموا بها بكترة هي نسخ المعطيات اللي عندنا انطلاقا من خانات معينة للخانات اخرى والان غنتعرفوا على طريقة نسخ المعطيات بشكل سهل وسريح اللي غتمكننا من نسخ اي معلومة في اي مكان واي اتجاه بغينا مثلا لكتبنا هنا يا elite school وضغطنا على زر انطري اذا الان قمنا بإدخال معطى واللي يمكن يكون اسم او عدد او غيره مثلا هنا ينكتبوا ايضا 2013 الان لابغينا الاسم elite school يكون في هذه الخانات التالية اذا شنو هي الطريقة عيوة ما نقوم كل مرة بنسخوا يلساق elite school في كل الخانة يكفي نختاروها ومن بعد نكتب الان elite school ثم نضغطها للزر كوندخول في لوحة المفاتيح وفي نفس الوقت نضغطه على الزر entre مباشرة كان لاحظة من نسخ الاسم في نفس الوقت في جميع هاد الخانات هاد الطريقة سالحة لبغينا ننسخوا اي معلومة في تجاهات مختلفة مثلا نكتبنا الان 2013 وبغيناها تكون لنا في جميع هاد الخانات نختارو الان عدد الخانات اللي بغيت ننسخ فيها لعدد 2013 ومن بعد نكتب 2013 وكان نضغط في نفس الوقت على الزر كوندخول وزر entre ومباشرة كان نحصل على النتيجة التالية الان نفس الشي اللي بغيت نكتب عملية معينة او معطا في جميع هاد الخانات اذا يكفي نختارو عدد الخانات ونكتب المعطا اللي بغيت ننسخو في جميع هاد الخانات ومن بعد نضغط على الزر كوندخول وزر entre في نفس الوقت وكان نحصل على النتيجة اللي بغيت الان اللي بغيت نقوم بنسخ معطا ما في تجاهات مختلفة نقوم باختيار الخانات الاولى اللي بغيت في تجاه معين ثم نضغط على الزر كوندخول واللي كيعني اي في لانجاج اكسل وكان نختار خانات خرا بهذا الاتجاه ثم خانات خرا لاحظوا ان الخانة المفعلة هي الخانة اللي كتنتمي لاخر مجموعة اختاريت والان هنقوم بكتابة معطا ما مثلا فورماشيون وغنضغط على الزر كوندخول والزر entre في نفس الوقت مباشرة كان نحصل على نسخ الكانيمة فورماشيون في جميع الخانات اللي حددت اشتركوا في القناة